بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريقنا إلى الله الليلة في مملكة الدرويش سنتوقف مع العلم والفهم والتدبر كما نفعل لكننا سنبحث في تساؤلات كثيرة عن الشبهات ماذا أصاب هذا الواقع الذي يبحث فيه الناس عن التصوف لكنهم يرون مشاهد غريبة عليهم قد لا يقبلها العقل وقد لا يقبلها المنطق وقد لا تقبلها الشريعة في هذا فإن التصوف كما عرف من علمائه وأهله هو ما يتفق مع السنة المحمدية ويتفق أولا مع القرآن الكريم وغير ذلك فلا من الشريعة ولا من التصوف نعود لنتذكر سوياً ما كتب وما نقل لنا الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي في الرسالة القشيرية وهي كما عرف مرجع المراجع في التصوف نقل فيها السير ونقل فيها المسالك ونقل فيها الدروب يتحدث في قواعد الأصول وفي علم الأصول وفي كثير من التفاصيل التي تتعلق بأصول العقيدة يتحدث في واحدة مما نقل وقال من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات من التلف شرح هذا وقال يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاح ووقع في أسر الهلاك يصف هذا وينقل هذا ويتحدث بهذا إلى عموم بلاد المسلمين ويخاطب أهل الصوفية من زمانه من القرن الخامس الهجري وقت كتابة هذه الرسالة القشيرية وحتى الآن ولهذا فإنهم يقولون عنها مرجع المراجع في هذه الرحلة نسلك معا طريقا جديدا إلى الله في مملكة الدراويش ترجمة نانسي قنقر